لماذا فشلت سيغوي رغم أن دراجاتها كانت ابتكاراً ثورياً حين ظهرت في البداية؟ تعرف على الأسباب في حلقة اليوم كانت دراجات سيغوي بي تي واحدة من أشهر المنتجات التقنية وقت ظهورها حتى إن هذه الدراجات أثارت اهتماماً كبيراً حول العالم وحتى إن ستيف جوبز قال إنها ستنجح أكثر من الحواسيب الشخصية ومن الطريف في الأمر أن بعض الناس اعتقدوا أنها ستعمل بالهيدروجين واعتقد آخرون أنها ستخرق قوانين الجاذبية وقد تم إطلاقها في عام 2001 بسعر 5000 دولار أمريكي أي ما يساوي سعر دراجة نارية وقتها وهو ما يجعلها خياراً مرتفع الثمن وكانت هناك أسئلة حول ما إذا كانت آمينة الاستخدام في الشوارع وتساءل عديدون لماذا يستثمر أي شخص في شيء باهظ الثمن لم يكن مسموحاً لك باستخدامه وقد شملتها في ذلك الوقت دعاية ضخمة حتى إن مؤسس الشركة دين كامين ادعى أنها ستكون للسيارة كما كانت بالنسبة للعربات التي تجرها الأحصنة كانت الشركة تخطط لبيع 100 ألف وحدة في أول 13 شهراً لكن في النهاية لم تتجاوز المبيعات الكلية على مدار عقدين من الزمان أكثر من 140 ألف وحدة تم تصميمها معديد من الأنظمة الإضافية للحفاظ على تشغيلها حتى في حالة فشل بعض المكونات وهو أمر جيد للمستخدمين لكنه ليس جيداً للمبيعات فالعملاء الذين يشترونها يحتفظون بها لتعمل بشكل جيد لسنوات طويلة ولا يحتاجون لشراء واحدة جديدة كما يعود فشلها أيضاً لغرابة تصميمها الذي كان ولا يزال غريباً على غالبية المستخدمين الجدد حيث يحتاجون إلى فترة طويلة للتأقلم والتعلم التوازن عليها ولكل هذه الأسباب وغيرها بعد مرور حوالي أعلنت المالكة الصينية عن نهاية عصر دراجات سيغوي بي تي مع بقاء بعض الموظفين لإدارة عمليات صيانة للدراجات التي بيعت حديثاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر